تسعة عشرة واقع التحرص جنسي بنساء وفتيات خلال المظاهرات في الذكرى الثانية للثورة في يناير الماضي حسب بعض التقارير كما تنقلت مواقع للتواصل الاجتماعي على الانترنت روايات عديدة عن وقائع متشابهة في ميدان التحرير خلال المظاهرات لكن لم يجرأ أي تحقيق في وقائع التحرش الجنسي التي يلقي فيها البعض المسؤولية على النساء لا على المتحرشين ماذا تنتظر؟ هي تمشي بهذه الملابس الضيقة والعارية أحياناً وطريقة الخطوات وتأتيتها طريقة مستفزة الشباب دول هيعملوا إيه؟ مش عايزة أقول شيء طبيعي ومش عايزة أقول أنهم معذورين أو يعني لكن طبعاً ده سبب من الأسباب وأمام الشعور العام في مصر بخطورة التحرش الجنسية وأهمية التصدي له وبعد تزايد وقائع التحرش يلتحق عدد من الفتيات بدورات للتدريب على الدفاع عن النفس الحاجات اللي بتحصل في التحرير للأسف ومع عدد كبيرة بيعتادوا على شخص واحد وأغلبيتهم بيكونوا مسلحين فدي مش حاجة سهلة إن حد يتعلمها من كورس واحد أو من ساعتين أو أربع ساعات أو عشر ساعات دي محتاجة تدريب كبير إنما الأهم النصائح اللي بندير لهم مثلاً في حكاية التحرير ما تروحيش لوحدك وأمام هذه الظاهرة تقول عدد من الجمعيات والمنظمات النسائية إنها مصممة على فضح هذه الممارسات وإخضاع مرتكبيها للمساءلة فيما تبقى ظاهرة التحرش الجنسي في مصر مثيرة للجدل بينما يتهم المرأة المشاركة في الاحتجاجات بالتسبب في لفت الأنظار لها وبينما يدعو إلى ملاحقة المتحرشين ومعاقبتهم